إذن بشأن مشروع قانون معاقبة رئيسي أعلى هيئة قضائية في العراق تبعات أيضا هذا القانون وأبعاده ينضم إلينا عبر سكايد من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبدالله سلمان أستاذ عبدالله مرحبا بكم خطوة الكونغرس الأمريكي بمعاقبة رئيس مجلس القضاء الحالي فأق زيدان بتهمة العمل لصالح الميليشيات كيف يمكن قراءة هذه الخطوة أستاذ عبدالله لحضرتك ولمشاهديكم الأكارم هذه الخطوة تقرأ على أساس أن هناك تعقيد ومتناقضات ما بين إيران وبين أمريكا داخل الساحل الإراقية وبالتالي يعتبر هذا ضغطا على إيران من خلال التلويح بعقوبة شخصيات ذات نفوذ داخل الإراق التي تعمل لمصلحة إيران هذا النفوذ هو يصب في مصلحة إيران قانونيا وسياسيا وبالتالي أمريكا تريد أن تضغط على إيران بهذا الجانب وهذا يعكس تناقضات السياسة الأمريكية داخل الإراق لأنها التي وافقت على أن يكون أو هي التي سلمت العراق إلى إيران وبالتالي تريد أن تعاقب قيادات تابعة إيران على أساس أنها تريد أن تحد من النفوذ الإيراني هذا التناقض ينعكس على العراقيين وعلى الساحة العراقية ومحاولات إشاعة الفوضى مرة أخرى من قبل أمريكا طيب أستاذ عبد الله خطوة الكونغرس كما تفضلت بفرضها عقوبات على زيدان ومجلس القضاء يأتي في إطار عزل ومحاصرة إيران ونفوذها وتحجيم دورها في العراق هذا كلام سليم جدا ولكن هل سينجح الكونغرس في ذلك فعلا؟ أبدا هذه الخطوة هي خطوة رسالة حقيقة إلى الداخل الأمريكي وإلى المنطقة في الإقليم الخطوة تقول على أن أمريكا لا زالت تحاول تقليص نفوذ إيران في العراق ورسالة إلى الإقليم على أن أنتم لا تعتمدون على عملية الانفتاع مع إيران لأننا متواصلين في عملية الضغط عليها وهذه الرسالة هي أكثر شيء انتخابية أكثر مما هي حقيقية وواقعية لأنه الآن يعاني بايدن من أنه هو الذي سمح إلى إيران أن تكون أكثر قوة في المنطقة وأكثر توسع وأكثر قناعة بأنها هي المتنفذة الوحيدة في المنطقة وبالتالي يحاول أن يعكس هذا على الداخل الأمريكي لحسابات انتخابية هناك من فسر خطوة الكونغرس أستاذ عبد الله أنها ستوجه ضربة موجعة للقضاء الحالي في العراق هل تتفق مع هذه النقطة تحديدا؟ أبدا هذا يعني هذه غير دقيقة نهائيا لأنه القضاء العراقي وأمريكا تعرف هذا أن هذا قضاء محاصصاتي وبالتالي لم تعد هناك ضربة قاسمة للقضاء ماذا فعل القضاء؟ هل حمل مواطن العراقي؟ وهذا السؤال حتى نقول أن هذه الضربة إلى القضاء العراقي هل هذا القضاء حمل عراقيين أمنيا واقتصاديا من الفساد؟ وهل حقق شيء لصالح ثوار تشرين الذين غطوا هذا القضاء بدعم إيران على جرائم القتلة؟ وبالتالي لا فائدة يعني ليس هناك ضرر على القضاء لأنه هو القضاء أصلا محصصاتي وأصلا هذا القضاء خاض إلى القوى الإيرانية والميليشيات تحديدا فبالتالي ليس هناك خطر على القضاء العراقي نهائيا طيب أستاذ عبد الله ما الذي سيترتب قانونا على الخطوة الأمريكية بمعاقبة زيدان ومجلس القضاء الأعلى من الناحية القانونية؟ ما الذي سيترتب؟ الذي يترتب على هذه وعدم دخولها إلى أمريكا لأن هذه القوانين هي خاصة فقط على الساعة الأمريكية حتى أوروبا غير مشمولة فيها لأنه ليست عقوبات دولية وإنما عقوبات أمريكية وتشمل أيضا احتماليات تجميد حسابات وغير من هذه العقوبات وبالتالي لا يحتاج أمريكا في أي حال أمواله بغير مكان حتى لو جمدت فستعوضه إيران ويعوضه البنك المركزي العراقي فليس هناك تبعات كبيرة على شخصية زيدان بالذات أو على النظام السياسي بالعراق لأن هذه عقوبات محدودة في جغرافية أمريكا والمجالات التي تهيمن عليها مثل البنوك وغيرها ليس أكثر على ذكر التبعات أستاذ عبدالله خطوة الكونغرس هل له تبعات على سمعة القضاء العراقي سواء كانت في الولايات المتحدة أو في الدول الغربية يعني حقيقة ليس هناك تبعات لأن النظام الغربي أو أمريكا بالذاتية تعرف أن هذا القضاء مسيس وأن هذا القضاء جزء لا يتجزء من نظام المحاصصة فبالتالي هم موافقين على أصل النظام فلا يتأثر القضاء أو يتأثر القضاء بضغط أمريكي أو أوروبي لأنهم يعرفون تماما أن هذا القضاء جزء من المحاصصة وترتيب من النظام السياسي وهم يحمون ويدعمون هذا النظام السياسي فتبقى العملية الشخصية قد يكون هناك يعني غاية أمريكية لفرض شخصية أخرى أو بطلب إيراني من أمريكا لهذا المسألة يعني لا نستبعد أن إيران أيضا تريد تغيير بعض الوجوه لصالحها لأنه أصبح هذا الشخص معروف لدى العراقي لأنه التابع لإيراني فبالتالي لا ضرر عند إيران أن يتغير شخص ما أو حتى لأمريكا أن يتغير شخص ما في الموقع هذا أو ذاك فبالتالي السياسات الثابتة هي المصالح الإيرانية الأمريكية باقية في العراق ونفوذهم باقي سليم وهم المهمين والحماية الأصليين للعملية السياسية عبدالله سلمان شكرا جزيلا لكم